نزول الوزن نصور نفسنا بنفس اللباس ونلاحظ نفسي بالميزان العادي ولاقي أن وزني فيه نقصان هل يعني أنا عم أنزل بشكل صحيح؟ طبعا لا لأنه من الممكن أنا عم أخسر كتلة عضلية وهذا شي جدا سيء لأن الحرق عندي رح يضعف وبالتالي جسمي رح يكون قابل للترهل قبل ما أبدأ بشو يعني نزول مقاسات لازم أحكي عن نقطة كتير مهمة أنه نحن قبل ما نبدأ بأي نظام غذائي لازم نصور نفسنا بلباس معين وكل أسبوع أو أسبوعين نصور نفسنا بنفس اللباس ونلاحظ الفرق فبهي الطريقة تحديدا نحن عم نضمن أنه عم نخسر وزن من دهون الجسم وليس من العضلات إذا نزول المقاسات يدل أن الشحوم المتراكمة تحت الجلد عم تخف وبالتالي مقاساتنا عم تصغر نستنتج من جميع ما سبق أنه نزول المقاسات يدل على إذابة الدهون بينما نزول الوزن وخاصة إذا كان بشكل سريع فهو يدل على خسران الكتلة العضلية وفقدان سوائل كتير مهم من الجسم والقليل جدا من الدهون لذلك من الأفضل أنه يتبع مقاسات ملابسنا وعدم الاعتماد على الميزان إطلاقا لأنه أحيانا نوزن نفسنا بيوم ونلاقي كيلو أو كيلوين زيادة على الوزن وبتكون الزيادة غالبا هون احتباس شوية سوائل بالجسم بسبب أكل الملح وهي الزيادة بتروح مع الوقت مع شرب المياه باستمرار على مدار اليوم وممارسة الرياضة الخلاصة من الفيديو أنه نوزن نفسنا مو بالأمر المهم والميزان ما بيدل على أنه نزولنا صحي والفرق والتغيير بمقاسات ملابسنا هي اللي تحدد أنه نحن ماشيين على نظام صحيح أو لا الفيديو القادم بإذن الله رح يكون عن الملح فوائده أضراره وأنواعه والكمية المناسبة اللي لازم نستهلكها كل يوم لذلك لا تنسوا تفعلوا الجرس لتصلكم كل الفيديوهات الجديدة إذا عجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالاشتراك واللايك شكرا لإستماعكم والسلام عليكم